النهاردة بالمناسبة وإحنا بنتكلم مع حضراتكم أو النهاردة الصبح يا كريم كان كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي كان حريص على أنه يعمل جلسة مع اللاعبين علشان دايما الجلسة دي بتبقى جلسة مهمة جدا أمام حضراتكم هاي الجلسة وطبعا كان معاه كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ونائب المشرف على كرة القدم اللي هو كابتن محمود الخطيب زي ما حضراتكم شايفين دي كانت قاعدة مع اللاعبين كل تفاصيلها أعتقد أن حضراتكم قريتوها أنه كابتن محمود الخطيب كان بيحث الجميع الحقيقة جميع اللاعبين على غلق ملف بالميرس والالتفاف إلى ما هو قادر عندنا ميداليا عايزين ناخدها ميدالية المركز التالت إن شاء الله إن شاء الله مباراة صعبة جدا 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 بالمناسبة كلم الكابتن خطيب ما كانش لسه اتعرف الهلال ولا تشيلسي ولكن إذا كنت هتلاعب الهلال أو تشيلسي يا كريم فهي في النهاية مباراة صعبة جدا للتراف جدا 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 فريقين أقوى من بعض فريقين أقوى من بعض وفريقين الحقيقة بمنتهى منتهى القوة من الناحية الهجومية والدفاعية ووسط الملعب وكل شيء الكابتن خطيب كان حريص على إن هو في الجلسة مع اللاعبين اللي هو يعني يقول لهم على اقفلوا بقى كل حاجة وفكروا في اللي جاي فريق الهلال فريق تقيل وطول عمره تقيل وإنت أكيد أضرب مني مليار مرة بحكم إن ده عالمك بس أنا كمجرد متابع لا عارف من زمان إنه فريق تقيل ويتعمله بمئة حساب زائد إنه كمان على حد علم إنه هو تم تدعيم صفوفه في الفترة الأخيرة بمجموعة برضو من اللاعبين المميزين جدا حاجة يعني للمشاركة في معترك المندي سبعة سبعة مني بقى يعني كمان حيبقى لقاء مش سهل أبدا لا خالص